اهلا بحضراتكم من جديد من اجل طبعا ضمان وصول علي معلول وجيرالدو في ظل الاجواء والمتعلقة بموضوع غلق المجال الجوي وبعد رحالات الطيران خلال الفترة الاخيرة كالحمد لله تم تنصيق واللعاب حاليا دلوقتي فيه المعسكر وانضمه للفريق وهيتم بعد الاجراءات او عدد من الاجراءات الاحترازية لانضمام اللاعبين بالنسبة للمرحلة اللي جاية سواء الاجراءات الاحترازية مسحة كورونا ويخدهم التدريبات وجهزيتهم كمان والاستشفى قبل مباراة الوداد المغربي خلاص الوقت داي 72 ساعة ويمكن النادي القالي تحديدا كان امر مختلف لان لعابة الوداد والعابة الرجاء اللي كانوا بيلعبه في منتخب الكنغو لا يبقى قدام المغرب في المغرب اشرب بن شرقي لعب نادي الزمالي كان بيلعب مع منتخب المغرب في المغرب لكن النادي القالي كان عنده لعبته في اوروبا فتم التنصيق العالي مستوى من اجل ان هم يكونوا موجودين مع البعثة قبل المباراة ب72 ساعة طيب بشكل عام النهاردة كانت الاجواء الحمد لله جيدة وان شاء الله بإذن الله نتطمن على البعثة بالنسبة للفترة اللي جاي بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله يا رب نلتقي مع بعض الاسبوع القادم ويكون الاهل عام النتيجة إيجابية في مباراة الزهاب تساعدوا على الشوت التاني ومباراة العودة في القاهرة ان شاء الله بعد اسبوع من مباراة الزهاب يوم السبت القادم بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة ونلتقى على خير يا رب بإذن الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء